وأيضا من الشرك الأصغر في الذبائح أن يذبح عند قدوم ملك أو سلطان مع قدومه يذبح لا ليطعمه وإنما هكذا يقول إكراما له ينهر الدم فعند قدومه عند قدوم معظم أو أمير أو ملك أو نحو ذلك هذا ذكر أنه أيضا من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يجزد إراقة الدم هذه عبادة مادية مالية هي من أجل العبادات يجب أن يخلص بها لله عز وجل يعني يقول أهل العلم أن أعظم العبادة العملية البدنية الصلاة وأعظم العبادة المالية الذبح فما يذبح لغير الله عز وجل ولا يعظم غير الله بالذبائح إنما هذا الله وحده قل إن صلاتي ونسكي